اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مصر المستقبل طبعا احنا كلنا يعني عايشين في ظل ظروف معينة مصر مستهدفة بتهاجم من كثير يعني نقول ايه الناس الخوانة باع وطنهم عملة معندوش مبادئ هنقول حاجة ايه ايه لكن الشعب المصري بفضل الله شعب واعي بيحب بلده خلف قيادة السياسية بتاعته نبدأ حلقتنا ان شاء الله مع ضيفنا الدكتور تامر عرابي المحاسب القانوني رئيس مجلس ادارة مجموعة عرابي المحاسبية الباحث في التنمية الاقتصادية الخبير الاقتصادي باحث اكاديمي بمعهد التخطيط القومي براحب بحديك يا دكتور تامر اهلا بحديك يا اشرب جيزي اهلا بحديك يا دكتور طبعا حضرتك احنا النهاردة في حروب الجيل الرابع وللأسف يعني احنا عايزين نقول حل ما فيش عندنا توعية حل في تقصير هي في الحقيقة في البداية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا طبعا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة الله يخليكو وبمسى على الشعب المصري كلهم وبقول لهم النهاردة الحد عشرين تسعة ايه المناسبة بتاعت النهاردة عشرين تسعة اللي كان بينادي بيها الخوانة والإرهابيين انا بقول لهم للأسف مش هتقدروا تعملوا اي حاجة بإذن الله وفضل الله لان مصر مصر المحروصة وبفضل الكارهة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي فاحنا في تقدم ان شاء الله باستمرار بإذن الله في الحقيقة سؤال حضرتك مهم جدا وهو عن الوعي الوعي احنا في الحقيقة في معارقة وعي للمواطن وعي ثقافي مهم جدا علشان نقدر نواجه الإرهابيين بفكرهم والجماعات الإرهابية بفكرها ودعواتها لتدمير البلد او خرابها وده بناش دي بي وبيندي بي قومات كبيرة في مصر من فترة طويلة اللي هو جزئية الوعي او معرقة الوعي للمواطن اما بالنسبة لموضوع حروب الجيل الرابع فاتحدث فيه الكثير والكثير منذ السنوات الماضية بس انا حابب اوضح حاجة مهمة جدا المصطلح نفسه كمصطلح الجيل الرابع انا حابب دايما اتكلم بالارقام والتواريخ هو ظهر اساسا امتى عشان بس نوضح للمشاهدين ايه اللي افاضل انو ظهور المصطلح ده كان سنة 1989 تحديدا في الولايات المتحدة الامريكية جليل ليه كانوا المصطلح ده ظهر لمواجهة العملات الإرهابية اللي كانت في الوقت ده بدأت تظهر بصورة كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية طب ايه بالضبط هو مصطلح حروب الجيل الرابع يعني ايه حروب الجيل الرابع للمواطن البسيطة عشان يفهم حروب الجيل الرابع هي عملية الصراع اللا مماثل يعني ايه اللا مماثل يعني اللذي ليس له مسيل وبإضافة اكتر المصطلح ده هو عدم موضوح فاصل بين الحرب والسياسة والمقاتل والمدني لان طبعا لو هي حروب عادية او حروب نظامية او حروب معروفة هيبقى في خطوط فاصلة واضحة ما بين الحرب وما بين السياسة وما بين المدني وما بين المقاتل ولكن لها ولكن هي عدم تمركز او عدم يتتسم الحروب الجيل الرابع بعدم المركزية بالضبط فده بالنسبة لحروب الجيل الرابع طيب ومنها زي إيه حروب الجيل الرابع هي حروب بتشتغل على العقول تدمير العقول وده أهم حاجة من أسلحة الجيل الرابع اللي بيحربوا بيها مصر وكل دول الدول العربية تحديدا ودول الشرق الأوسط بيحربون بيها حروب الجيل الرابع منذ ظهورها كمصطلح في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1989 نيجي الحدث النهاردة حضرتك اللي هو عشرين تسعة والمناداه بنزول الناس أو نزول الشباب فهما الجماعات دي بتعتمد على جزئية إحنا غفلين عنها جدا وهي من منطلق المصطلح اللي أنا قلت في الأول معرقة الوعي المعرقة الوعي أنا دلوقتي سعدتك فندم الجماعات دي تاريخها في مصر تحديدا منذ ما يقرب من ثمانين سنة كلنا عارفين الجماعات الإرهابية وممكن يكون أكثر من ذلك لكن التوصيق بتاع الأمر ده كان منذ ثمانين سنة الأمر الأهم عندهم أو الأساس اللي بيشتغلوا عليه طول عمرهم من ساعة ما أنشأت هذه الجماعات إلى الآن إلى اللحظة اللي أنا قاعد مع سعدتك فيها هي رقم واحد عندهم بيشتغلوا على جزئية عدم وعي المواطن بما حوله ويبدأ يغزيه بمعلومات مغلوطة بالزبط يا فندم جميل جدا زي إيه مثلا هو دلوقتي لما بيجي يقول أي معلومة عن الاقتصاد في مصر جميل خدت بالسعدتك بيقول معلومات المواطن اللي عادي ما عندوش علم بيها ما عندوش علم فبالتالي بيشتغل على السلبيات موجودة أو بيشتغل على بعض النقاط الغير مفهومة لدى المواطن البسيط جميل طبعا إحنا عندنا عدم موجود وعي وثقافة بذلك يعني من يدار فيما نقولش مثلا إيه حضرتك إن فيه عندنا مراكز بحسية قوية ومراكز فكر جميل بتقوي فكر الشباب بما يدور في البلد من تنمية فيهين الكلام ده بيش موجود جميل فهما بيعتمد على الجزئة دي تفضل حضرتك حضرتك لا يعني من المسؤول عن توعية الشباب حل الدولة حل الجامعات الأهلية حل الأحزاب السياسية حل وسائل الإعلام من وجهة نظر سيادتك كراجل باحث ومتخصص بس أشرف بيه حضرتك النقطة دي جابيلة جدا ومهمة طبعا المسؤول كامل ده عن وعي المواطن أو وعي أبنائنا منذ صغر حتى مرحلة الشباب هي رقم واحد الأسرة طبعا الأسرة هي الأساس في كل شيء رقم اتنين المعلم المدرسة رقم ثلاثة الدولة بكافة مؤسساتها جميل ومن ضمنها مؤسسة الرئاسة نفسها جميل اللي هي بتدي الأوامر العليا لكل الوزارات بوضع خطة لوعي الشباب جميل منذ أكثر من ستين سنة مش خمسين سنة جميل مرحلة خطيرة جدا بنتحارف من جميع الاتجاهات بنتحارف في حروب اقتصادية حروب مائية حروب سياسية حروب الجيل الرامع زي ما حدك قلت ايه فهم فالأمر وما فيه المسؤول الأول والأخير عن الوعي الخاص بالمواطن المصري هو كل المؤسسات والأسرة والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب وكل ذلك هو المسؤول الأول والأخير جميل زائد حاجة تانية مهمة وهي والجانب الديني ايه فهم الجانب الديني مسؤول عنه الأزهر والكنيسة جميل داخل مصر ايه فهم مسؤولين عن تسقيف ووعي الشباب بالمصر بالكامل ايه فهم لأن احنا في مرحلة تخبط شديد في المعلومات يعني لو قعدنا حضرتك دلوقتي جبنا عشر شباب باستبيان او تلقائيا وقعدنا معهم سألناهم عن الوضع مصر الاقتصادي او سألناهم على اي معلومة بوسيطة جدا اقتصادية يقول لك معرفش 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 غير حاجات فيها تخبط معلومات مغلوطة معلومات سلبية بس روح الاحباط فده مهم جدا ان احنا ننمي فكر الشباب ونوعيهم اذا هنا المعرقة بالفعل هي معرقة وعي جميل جدا طب هل دلوقتي حضرتك مؤسسات المجتمع المدني ودي المفروض عليها دور كبير جدا جدا الحضرتك شايف المؤسسات المجتمع المدني بيتقوم بدورها سواء الجماعات الاهلية يعني هو في الحقيقة انا انسان غير مجامل لا اتفضل فاني احنا مش عايزين مجاملات احنا دي بلدي واحنا عايزين نوصل لحلول صحيحة اتفضل فاني انا شايف ان مؤسسات المجتمع المدني تتبع اسلوب نمطي جدا يعني ايه نمطي جدا مفيش اسلوب حديث لتوعية المجتمع كل اسليب عبارة عن هنجمع مجموعة من الشباب هنديهم ندوة تصقفية او هنجيب شباب نشغلهم ونعالج مثلا مشكلة البطالة بشيء نمطي ولاسه باجندة حقيقية او اجندة صحيحة او برنامج زمني محدد فانا انا شايف انه الدور ضعيف ويكاد يكون غير منظم هو نقصه عملية ادارة صحيحة نقصه عملية التنظيم نقصه حاجة مهمة وبتقابلها مصر كلها ايه يا فاني ايه يا بقى من اكبر المشاكل اللي بتقابلها مصر من وجهة نظر الشخصية وبحكم دراستي وخبرتي الاقتصادية البسيطة الحمد لله رب العالمين عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية او منظمة او سهلة لكافة الامور داخل مصر زي ايه انا لابد ان انا اكون كادارة في اي مكان او مؤسسة عندي قاعدة بيانات المواطن او جمهور يقدر يعرفها بسرعة لما يحط ايده على الجهاز الحاسب الالي او الموبايل بتاعه ويطلع يطلع له ما هو عدد المصانع داخل محافظة القاهرة يطلع له رقم مزبوط ما فيش تدخل في المعلومات كلام سي ان انا اقول ان انا مثلا اجي اقول الناتج المحلي لمصر سنة 2018-2019 في مكان اهلا ايه مختلف عن المكان الاخر جمي في العالم كله فيه اختلافات بين المؤسسات الدولية صحيح فانا لازم يكون عندي يبقى عارف انا مركز الشباب مركز شباب كذا في القاهرة يوجد بيه عدد الاعضاء كذا ليه عدد المكتبات مصر كذا عدد وهكذا يكون فيه معلومات وفي قاعدة بيانات واضحة ومنظمة ليه بقى ايه فايدتها فايدتها بتسهل على المواطن او الباحث او الاقتصادي او المستثمر الصغير كل شيء وده بتعم على الاقتصاد بحاجة كبيرة جدا وكويسة بس الناس مش وقدة بالها ايه يا فنان زي ايه حضاك دلوقتي انا لما كون انا مستثمر بسيط يعني ايه مستثمر بسيط انا مستثمر من صغار المستثمرين معايا رأس مال وليكن خمسونية الف جنيه وعايز استثمر في شيء انا وصديق لي او مجموعة اصدقاء مع بعضهم عايزين استثمروا اول شيء بيبحثوا عنه يا فندم بيبحثوا عن المشروعات المشروع اللي هيعملوه من هم المنافسين جمل وعدد المشروعات المسيلة المسيلة للمشروع اللي هيقوم بيه كويس فيجي يبحث الشاب من دول او المستثمر ما يلاقيش معلومة القاعدة البيانات سليمة لقاعدة البيانات سليمة الضبط هو ده انا ما اتكلم فيه تب لأولاق قاعدة البيانات سليمة عنده مثلا وعايز اعمل مصنع غزلونا سيجا فاندم مثلا فلاقى عنده مئة مصنع وموقع تاني او مركز بحث تاني او مزارة تانية بتقولوا لا ده هم 50 مصنع بس وبوزارة تانية بتقولوا لا 20 مصنع بس فهنا القرار بتاعه كمشروع هيكون قرار مبني مبني على قصص خاطئ فده بيعود على التنمية الاقتصادية داخل مصر بالإيجابية لو فيه قاعدة بيانات سليمة ودقيقة لكل البيانات جميل فده أمر مهم جدا حضرتك احنا دلوقتي من منطلق التنمية والمشروعات التنموية التي ذكرتها حضرتك والتي كانت الحكومات لها أو تقوم بها تحت قيادة السيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي ما رأيك في وضع مصر الاقتصادي والله يا حضرتك فندم خلال أزمة كورونا خلال أزمة كورونا اللي هي المفروض احنا أو كل تأثر بها عايزين التكلم الأول بالنسبة لفيروس كورونا أو جائحة كورونا كوفيد نينتين النهاردة قبل ما ييجي العدد بتاع عدد المصابين اليوم وصل العدد بالأمس اليوم 19 سبتمبر 2020 لمية واحد ألف وتسعمائة مصابة أنا هنقول أرقام وهندي الدلائل بتاعتك مية واحد ألف وتسعمائة بالزبط عدد الوفيات 5750 عدد المتعافين بقى حبيد ركام 88664 أفندم تبدأ مؤشره إيه ومؤشره إيه على الاقتصاد أنا أقول لساعتك فندم كان عند المصرين هلح شديد جدا جدا وكل دول العالم نجاحة كورونا لما وصل الصين لـ 30 ألف و40 ألف لأ ده احنا وصلنا المية واحد ألف عندنا عدد المتعافين وصل لـ 88% 8% أفندم ما هو بيما معادل 88.5% ده مؤشره إيه مؤشره الدولة تسهيل في خطة صحيح كوزارة صحة جميل عمد لله بفضل الله فيه سلبيات فيه سلبيات فيه طبعا ما نقدرش نكره ما نقدرش نكره بس لازم نبرز الإيجابيات القوية جدا وده الصحي إن إحنا كمصريين ده إحنا المصريين بيعاشرين متاعاشرين في الشارع جدا عادي والمحلات شغالة والمشروعات شغالة أي نعم فيه طباطق وده نتيجة إن إحنا لسه بنخرج من أزمة كورونا نيجي الأمر مهم جدا عدد المتعافين مؤشره مؤشر مهم ليه مؤشر مهم ده يدل على قوة قوة النظام الصحي في مصر لتعافي من هذا الفنس العدد ده كل بالظبط 88% ده نسمى ممتازة من وجهة نظر الشخصية عدد الوفيات 5,750 والمصريين مازالوا يعملوا والمولاد بتشتغل مصانع بتشتغل شركات الحمد لله بفضل الله البلد تسير في نمو ما بعد أزمة كورونا نيجي أثناء الأزمة وما بعدها ما هي المؤشرات الاقتصادية أو الوضع الاقتصادي أعتقد إن إحنا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط أو في العالم من العشر دول الأولى في العالم المرين بأزمة كورونا بسلام زي مرون ليه بقى حضرتك كان فيه أزمة مالية عالمية سنة 2008 أيه أنا أكاد أشبه وضع مصر الاقتصادي بوضع مصر الاقتصادي سنة 2008 عند وجود أزمة مالية عالمية أصررت على العالم كله مع إن الأزمة أزمة كورونا أقوى 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 طبعا طبعا لإن منعت الطيران منعت السياحة فيه دول توقفت تماما تماما يا فن أيه فن فدلوقت حضرتك بالنسبة لوضع مصر الاقتصادي وضع مصر الاقتصادي هو في تعافي من الأزمة وليس في قوة عشان نكون صدقين فيه تعافي جميل والتعافي ده ما هوش تعافي عشوائي منظم طبعا يا فن بتعافي مخضر على أسس آه طبعا لإن طبعا الوزراء أو المنوطين بالاقتصاد والتخطيط داخل مصر دي يعني دي ناس مش بتعرض كده حضرتك تقول يلا نمرر الدولة يتعدي من أزمة من أزمة كورونا وخلاص لا على أسس فيه فن تخطيط وفيه وضع اقتصادي طبعا ده أكيد فحضرتك فيه دول يكاد تكون أعلنت إفلسها في هذه الأيام نتيجة جاعة كورونا فيه دول مش عارفة تشتغل فيه دول أفلى مصنعها أو شركتها نحن لقى الحمد لله فيه وضع فيه تنمية فيه نمو فيه وضع مستمر للعمل داخل مصر أي نعم فيه تأثر حصل بخروج الاستثمار من مصر بحوالي 17 مليار دولار أثناء الأزمة أثناء الأزمة طبعا ده خرج المستثمرين بـ 17 مليار بس هل ده كان متعمد لا 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 في الحقيقة فانت مقول لهم دي 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 جااحة عالمية عالمية فكو الرأس المال أنا أسف في اللفظ هو رأس المال الجبان الجبان دي حقيق ورأس المال المستثمر أو المستثمر دائما يأخذه المستثمر لبر الأمان دي حقيق فبر الأمان لا يوجد بر للأمان في العالم أثناء جااحة كورونا فبالتالي كل مستثمري العالم أخذوا فلوسهم ووضعوها في البنوك أو في المشروعات الآمنة لحين مرور الأزمة بالضبط فبالتالي مش إحنا كدولة مش مصر بس اللي مستثمرين خلت فلوسها ومشي دي احنا يعتبر أقل الدول تأثير بالضبط زائد إن إحنا تأثيرنا بتوقف طهران ده كان جانب مهم جدا طبع توقف طهران زائد تأثيرنا بتوقف كامل وشلال كامل للسياحة ودي يعني مستثمر العالم برضو فتخيل معليك إن دلوقتي كل المؤثرات اللي تأثرت بها مصر ومصر ما زالت وقفة وصامدة وصامدة علشان كده أنا بوجه رسالة قوية جدا للسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقول له يعني باي انجليش بالانجليزي You are not alone أنت لست وحدك فكلنا بإذن الله معك لكن الوضع الاقتصادي محتاج لحلول كتير علشان يبقى فعلا فيه تنمية اقتصادية حقيقية وليست في وضع يعني متخبط أو وضع فيه تعافي لسه بنبدأ استلم لأن الجائحة أصرت عليها لكن فيه سلبيات فيه سلبيات فيه إجابات فيه إجابات كتير جاد من الدولة معهضة ومصر فيها هو حضرتك يعني في جائحة كورونا صدر فهم إن معظم دول العالم وفيه دولة وقتوقفت تماما مصر أنجزت عدب من المشروعات وأوقات قياسية لدرجة مثلا على سبيل المثال وليس الحصر حضرتك نفق زي نفق العروبة اللي هو تم تسويته وعمل له طريق وتقفل النفق وتعمل الكامده كله أثناء أجازة العيد يعني الناس بعد أجازة العيد نزدت ملقش نفق العروبة مزبور لدرجة ده يخش موسوعة بزا وأخبر حضرتك كمية طرق وكباري وعمالة شغالة فيه رعاية صحية ليهم فيه متابعة ليهم فيه الكلام ده كله فإحنا عملنا إنجاز أو إنجازات على حي أو دي حيئة ما تمتش في دول العالم في دول كتن يعني متوقفة تماما بيسمحوا للناس بساعتين ولا حاجة يشتروا مطلباتهم يرجعوا بيوتهم تاني مش أكتر من كده لا إحنا الحياة تشغالة عندنا العمالة شغالة عندنا والعمالة شغالة عندنا على مدارة 24 مش بنسبة مش بنسبة 100% ولكن لكن اللي أنجزوا بس لا اللي أنجزوا بنسبة 300% بمعنى يعني حضرتك مثلا يعني موضوع النفق مش مش أسر عليه ومش أكرره كتير لو قياسا بالوقت إنجز في المشروعات أكتر لأن بردك تحركات المواطنين أحيانا بتعوق المشروعات بس النهاردة حضرتك مثلا مشروع زي متر الأنفاق ده تم إنجازه والعمل فيه على مدار 24 ساعة أثناء جاعة كورونا حوض الشعب المصري ودي خيادة محركة بس في نقطة أنا وضحها بس لحضرتك مهمة جدا بردك وأنا بعيب فيها على المحليات للأسف جميل جاعة كورونا يعني يسمع عنها الشعب وتأخذ الأوامر العليا بحظر التجوال إمتى فندي يوم 17 مارس أي فندي على ما أتذكر يوم 17 مارس لحد فك الحظر في شهر يوليو 2020 دول تقريبا أربع شهور كاملتين الأربع شهور دول كان المفروض يستغل لهم كل رئيس حي كل رئيس مجلس مدينة في المحافظة الإكلمية كل رئيس مجلس محلي في أنه يعمل ايه ينجز العمل نظرا لعدم موجود مواطنين في الشارع جبيل زي ما حدك قلت المشروعات القومية اللي كان بتنجزها الوزرات مشكورة طبعا في الوقت ده وكانوا العمالة كلها بتشتغل لكن أنا بتكلم عن المشروعات الداخلية داخل الأحياء داخل الأحياء زي رصف الشوارع زي ملف القمامة زي تنظيم بعض المنشآت زي أمور كتير جدا داخل الأحياء لم تنجز مع أن فيه أربع شهور هم بمثابة الضعف لأن فيه تفرغ الشارع فاضي قدامي ما فيش تقدس لأن من الممكن الاستغلال الأمثل أنا مش بقول ما فيش استغلال خالص لأ كان فيه لابد من وجود خطة لكل رئيس حي يضعها للاستغلال الأمثل لهذا الوقت لأن الوقت الوقت دي تمن كبير جدا طبعا آه إحنا رئيس عبد الفتاح السيسي دايما في كل اخطاباته وأنا الجزاء دي بتعجبني قوي بيركز على عملية الوقت ليه لأن أساس نهضة الدول هو الاستغلال الأمثل للوقت والموارد البشرية جميل فالوقت دايما يطلع سيادة الرئيس يتكلم مع أحد الوزراء الأفاضل أو أي قيادة في البلد يقول له هتنفس ده في إيه سي مثلا يقول له في سنة يقول له لأ في ثلاث شهور ليه لأن الرئيس عايز إنجاز في الوقت وهو عارف قدرات الناس اللي عنده أنها تستطيع الإنجاز في الوقت تستطيع زي ما حصل زي ما حصل في قناة سويس بالضبط 30 سنين قال لك سنة وتمت بسنة حصل في مشروعات كتير يا فدو حصل في مشروعات طاقة حصل في مشروعات تنموية كطرق حصل في مشروعات إسكاد لو قعدنا نذكر هنا للمشروعات التنموية مش هيكفينا عشرين حلقة بس هنذكر منها دلوقتي في مشروعات تنموية كتير حدست في مصر خدال الفترة من يوم 30 يونيوم من يوم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 سنوات خلال 6 سنوات من 2014 بعد الحكومة الانتقالية لسيادة الرئيس السابق عدل منصور تولى حكم البلاد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطة مش مفيش خطة علشان في بلبلة في هذا الأمر أن البلد مشى بدون خطة وبدون نوعي أنا ضد الكلام ده الكلام ده أحد الأمور اللي أنا اتكلمنا فيها في الأول وهي معركة الوعي الوعي ده المواطن يعني ما فيش خطة لأ فيه خطة طبعا الطرق اللي بتتعمل ده كلها بدون خطة لأ بخطة طبعا مستحيل مفيش دولة في العالم تقدر تعمل الكلام ده محطات الطاقة اللي اتعاملت أكبر محطات في العالم وفي شك أوس بتتعامل بدون خطة بخطة طبعا أنفاء قناة السويس وغيره مشروع الطاقة الشمسية أكبر مشروع في العالم بمبان بأصوات فالأمور ده كلها مخطط لها في بعض السلبيات ما زالت أتفق معك وهذا رأيي أن في بعض السلبيات ولا توجد الدولة في العالم ليس لديها سلبيات في خطتها حتى في أي خطة استراتيجية بتحط في بعض السلبيات أو بعض الأمور اللي هي ممكن تكون مش محطوطة بنسبة 100% جميل وده يعني توضيحا للأمر اللي هو يخص فيه فيه تنمية في مصر فيه تنمية في مصر الحمد لله أولا حضرتك ذكرت المحليات ومع أنه أنا متخصص في المحليات يعني حتى رسالة الدكتورة بتاعتي في المحليات جميل جيدة وخبار سيارتك النهاردة حضرتك أثناء جائحة كورونا دوان النهاردة فيه مشروعات تمت بس أنا النهاردة زي مثلا حي زي حي عن شمس تمام فيه مشروعات رصف والكلام جبيل جدا جدا بس أنا عشان أقوم كمسؤول أو كرئيس حي عشان أقوم بالكلام ده كان لازم فيه مشروعات البنية التحتية النهاردة منطقة عدد سكانها كان فيه يوم من الأيام الشبكات اللي معمولة فيه معمولة لحوالي نصف مليون مواطن أو 750 ألف مواطن أصبح الحي النهاردة فيه مليون 750 ألف أو يزيد أو يزيد أو 2 مليون تقريبا واخبار حضرتك أنا النهاردة عشان أعمل شبكة طرق داخل الحي يبقى كان لازم أن أعمل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي شبكات المية التليفونات الكهروة الغاز الطبيعي بحيث أن أنا أعمل كل الشغل اللي تحت الأرض وبعد كده أبدأ أرصف لأن أنا مش من العدالة لأنني بالفعل أنا لو مسؤول أو فيه مسؤول قدامي رصف وجيب أعدها بشهر ما أي جهة كالصارة اللي لو أعمره هاول ده أهدار للمال العام اهدار للمال العام واخبار حضرتك ثانيا النهاردة الأحياء أو مجالس المدن لهم ميزانية داخلية بيصرف بيها على الشوارع الداخلية يعني فينا بعض الناس للأسف هو برضو عدم وعي للمواطن يعني بصت مثلا يا رئيس حي مثلا بيرصف في الشارع الجانبي وسائب الشارع الرئيسي بيقول لك لا أشوف السائب إيه وبيعمل إيه لا الشارع الجانبي ده من ميزانيات أتفاضل يا فنان برضو بالنسبة بقى لحيا عن شمس لحيا 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 أنا من أحد أبناء حيا عن شمس ولي الفقر طبعا جميل في الحقيقة مشكلة بتاعت الأحياء مع احترام الكامل كل رأسائق الأحياء ايه فنان وأنا ممكن أتحدث عن حيا عن شمس تحديدا طبعا يا فنان طبعا هو رئيس الحيا الحالي ممكن أسكر اسمه اتفاضل اللواء ماهر كامل هاشم ايه فنان يعني المفاجأة أنه هو رجل اقتصاد جميل جدا هو رجل اقتصاد أساسا معهد اقتراف القتصاد طبعا طبعا وانا قابلته كتير في عدة مؤتمرات اقتصادية جميل ومش عشان أنا رجل الاقتصاد او أنا دراستي في اقتصاد او التقديد والتنمية بمعهد التقديد القومي فأنا هتحيز لي لا أنا هقول بما يرضي الله ايه طريقة شغله او ايه الوضع الحالي هو ماسك ما يبقى دوش شهرين ستين يوم تعليم جميل حتى بالحضر المشكلة العامة والمشكلة الخاصة المشكلة العامة لكل رؤساء الاحياء ورؤساء مجالس المدن والمراكز هي عدم وضع اجندة اعمال وطرحها للجمهور او المواطنين داخل الحي او مجد من خلال الصفحة الرسمية هيجي حد يقول لي واحد محترم وفاضل هيقول لي اجندة اعمال اللي هو المواطن البسيط هيفهم اه هيفهم يا فندي معنى مجدينة اعمال ما انا مش لازم هقول له اللفظ انا هجب له حضرتك على الصفحة الرئيسية او الصفحة الرسمية للحي الصفحة الرسمية للحي او الشيء اللي هو عايد بيشوف بيه الحي بتاعه من خلال سواء التلفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي او الصفحة الرسمية للحي واعرض عليه الخطة بتاعتي وليكن كل ست شهور جميل جدا سيه مثلا انا عندي داخل عن شمس حوالي مثلا الفين شارع كويس الالفين شارع دول لازم لهم رصف لازم لهم قهرباء لازم لهم ايا كان الخدمات اللي نقص المرافق والخدمات اللي نقص اقول للمواطن واعرض عليه يا مواطن يا محترم يا فاضل يا اللي موجود في حي عن شمس احنا خطتنا الموضوع واحد اتنين ثلاثة جميل يقوم هنا المواطن لما يجي شارع لقيه بيترصف والشارع بتاعه ما يترصفش ما يجيش يعطل الحي ويهاجم وقول ده رئيس الحي ما بيعملش لا 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 عايزين يبقى النقد نقد بناء يبقى نقد عن معلومة ومعرفة فالدور اللي هيقوم به هنا رئيس الحي او اي او اي رئيس مجلس مدينة او المحليات عموما افضل وبناشد يعني وبنادي بقول يا رب يعمله بجزئية اجندة اعمال واضحة للمواطن البسيط فيها جدول زمني وقبل الجدول الزمني وجدول الاعمال يا فندم لابد اعمل حاجة اسمعها ايه الحوار المجتمعي اللي بنسمعها كتير وقليل انا اسف ما بتتعملش او بتتعمل بصورة يعني يعني في الخفاء ما عرفش انا اسف او بتتعمل بصورة نمطية مش بصورة جديدة يعني انا عايز دلوقتي انا لما اجي انا اخلي رئيس حي محترم وفاضلي يمسك حي زي حي عن شمس عدد سكانه يقرب من 2 مليون مليون و850 دلوقتي كوي يعني يكاد يكون عدد سكانه قد دولته ده حي من دول الخليج دول بالضبط اه فازاي ما يكونش في حوار مجتمعي اللي هيتم في عن شمس هيجي واحد مواطن او حد بيدافع يقول لا ده كان فيه هقول له لا فندم ده حوار مجتمعي نمطي بختار اللي انا عايزه لا لا اللي هو كان سابقا بالضبط اه لكن الحالي اللي هو ماهر اه بصراحة ربنا اقسم بالله العليل العظيم انا هو لا يعرفني شخصيا هو ممكن يكون قابل في مؤتمرات اه وانا ما روحت له مكتبه ابدا لحد تاريخ هذي العظيم ولو انه ده شيء من أساسيات عملي الخدمي ان انا بقدم اهل دايدتي ان انا المفروض ان انا اروح الوقت هتواصل هتواصل معاه واشوف ايه اللي ممكن اقدمه كراجل تخطيته تنمية او كراجل اقتصاد انا احط افكاري وحط دراساتي في هذا الامر ونشتغل به على الارض الواقع واللي اقدر اساعد بي اساعد بي اتمنى من رئيس الحي ومثيليه في الاحياء الاخرى الحوار المجتمع يبقى اسرع وقت ممكن في المحليات ان هما يعملوا حوار ودكم في مبنى رئاسة الحي او بيبقى هو اللي زي اللقاء الجاميري بيبقى كل اسبوعهم مثلا او بلاش اللقاء الجاميري انه بيبقى يختلف انا اقول للحوار المجتمع اي ده هيبقى مثلا يوم كل شهر مع بعض الشخصيات اللي مفيش عليها اي علامات استفام موصوب في محبتها وانتماءها للبلد ملومش اي مصالح ويبدأوا بيقولوا مقترحات ويتواصلوا مع المسؤول ده انا مش عايزه يكون نمط يا اشرب بي لا انا مش عايزه يكون نمط بداية رئيس حية يمسك حية او يقود حية يجيب كل من كل فئة تلاتة اربعة جميل محامين مهندسين دكاتة كل فئات المجتمع اه صناعية كل فئات المجتمع جميل هو يجيبها ويدعو ليها عن طريق الناس موصوب فيهم جميل ويجيبهم ما يختاروش ناس لا مش بيقول اختيار احنا بقول الناس موصوب فيها ايوة من كل فئات الحية او من كل فئات الدائرة اللي هو بيقودها ليه بقى لعشان لازم نسمع رأيهم ونعرض عليهم احنا مش بنسمع افكار ونقعد نكتبها بس لا نعرض عليهم جدوى للاعمال لان جدوى للاعمال بتاع الحي بيرتبط بموزنة ويرتبط بخطة عامة للدولة ويرتبط بخطة المحافظة فبالتالي هو فيه امور ما يقدرش يتعدها لان فيه حدود حدود مالية وحدود سياسية وحدود اقتصادية بتحكم المسؤول بتحكم الاجندة اللي هيقوم بها هو يعرضها في حوار مجتمعي حتى يستفيد منها المواطن وعشان المواطن لما يجي ينتقد ينتقد على علم وليس آسف على جهة دي حالة وضع الحي عند شمس دلوقتي هو انا شايف ان فيه خطوات كويسة جدا رئيس الحي يقوم بيها اللي هي خطوات البنية التحتية بسرعة ولكن فيه بعض المشاكل المهمة هقولها فيه عجالة آسف ملف القمامة مهم جدا فحي عند شمس جدا انا عايز رئيس الحي بعد اذنه يعرض على الحي ويعرض على المواطنين ايه الحل طيب انا ممكن ارد علي سياتك في جزئية دي في جزئيتين اولا ملف القمامة بيتبع الهيئة العامة لنظافة وطواتين القائرة وللأسف وبقول للأسف لمرة القلب الهيئة العامة النهاردة بيستعاقد مع شركات توريد عمالها اللي هم عمال النظافة تمام ودي الحاجة اللي مجنناني لحد الوقتي انا النهاردة اجيب شركة الشركة النهاردة تقول لي انا بوراد لك في الميتين عامي كل يوم حاسب الشركة قد الشركة تمانين جنيه على العامل يوميا والشركة تدي للعامل أربعين جنيه طب ايه الحكمة في كده ما كانت طول أمرها الهيئة العامة ونظافة تجميل القائرة شغالة والشوارع النظيفة والعمالة دي مسبتة عندها ارد على معيك وهو بيشرف عليها ما نقول له حضرتك دي منظومة فشلة انا انا قصة العمالة وتوريد العمالة لسببين انا افمرة عملت حاجة يا استاذي فاضل انا افمرة بسأل العمالة دي اللي موجودة في الحاجة عددهم قد ايه قالك مئة وسبعين تمام موجودة في الشوارع الرئاسية عددهم لقيتهم ما يحصلوش مش عايزة اقولي العدد عشان يعني المية وعشرين الفرق دول اللي راحوا فين اللي هما مسجلين في دفاتر وبتدفع فلوسهم من اللي بيرعب عليهم ما فيش مراقبة يا فني للأسف للأسف فيه إدارة اسمها الرصد البيئي دي المفروض ان هي بتعمل محاضر للشركات او للمتعهدين او كلام من ده فيه متعهد جمع سكني ده متعهد ده موجود اه وبيقبط فلوس اه لكنهم ما بيجمعش جمع سكني ارد على حضراتك في النقطة انا اقول لي برضك حضراتك حي التالتة وبقى كده ارد سيادتك برحب سيادتك بتقول بالنسبة للحوار المجتمعي مع السيد الرئيس الحي انا دي كنت بعمل حوار بالفعل مع رئيس حي عن شمس تحديدا يعني بالصدفة البحثة وقال لي بالفعل ان يدفع حساباته ولكن الحي مضغوط دلوقت لدركت انه بيشتغل جمع او ثبت عشان موضوع التصالح احنا سكرناه طبعا هو متواجد يوميا من الصبح لحد الساعة ستة كل يوم هو والسكرتير العام فيما ينوب عنه رعد كمواطلين وفيما ينوب عنه لا احنا بكلم انا بكلم كمسؤول مش هكلم كمواطل انا بكلم كراجل مسؤول هو نفسه بيتكلم معي والله قال لي يا دكتور اشرف ان شاء الله انا كلها يوم تلاتين وموضوع الموصل لحد هينتهي وانا ابدأ في حاجات كتيرية جدا في الحي هابدأ اشوفها من اهمها موضوع الحوار المجتمع اللي ستكتور العام او العرض لكل المشكلات افن او ملف حالك بتقولك انا قلتلك اتمنى ان ملف القمامة او ملف البيئة في حي عن شمس تحديدا وعلى وجه الخصوص طبعا عن شمس على الوجه العموم كل المحافظات او كل الاحياء ملف القمامة في حي عن شمس ملف خطير جدا يكاد يكون مفيش شارع في عين شمس الا مفي تكدس او تجمع البيئة كلها بقلب قمامة شارع عن شمس كلها بقلب مش جديد العهد بعين شمس في خلال السنوات الماضية لكن ده من رئيس الحي السابق واللي قبله عشان اكون منصف منصف لكن انا دلوقتي يعني بقول فيه رئيس حي اقتصادي جميل ورئيس حي راجل بتاع تخطيط جميل فلازم فيه حل لملف القمامة ماجيش انا اقول ان ملف القمامة يتبع هائد كذا تم كل الحاجات اللي ذكرناها من مرافق هي في الاصل تتبع وزارتها وهي اتى ولكن من هو القائد الذي يقود سفينة عين شمس المشرف على هذا الاساس هو رئيس الحي المشرف جميل فهو الادارة دي مش بتاعتي انا كمواطن افنت بتاعته هو اشراف المواطن ما يهموش قصة الهيئة هي المسؤولة المواطن عايز يحل المشكلة دي ازاي بقى فيه تجمعات او في شرع 6 اكتوبر او في المزلقنات لا الشرع عن شمس الرئيسي عندكم كل مقالب لمواطن اه انا انا كل مئة متر بتلاقي معنا انا شغلي حضرك انا شغلي انا راجل اكاديمي وراجل الاقتصاد صحيح ولكن انا شغلي الشاغل هو الشارع لان انا فعلا بحب بلدي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بحب الحي اللي انا عايش فيه وساكن فيه واولادي بتعلمه فيه فلازم اكون منصف للامر انا مش هقول الدنيا وردي والدنيا زي الفل لا الدنيا زي الفل بينا كلنا ان احنا نشتغل المسؤول مسؤول عن ادارته كاملة مفيش مسببات انه هو يقول لي ده تابعة كذا وده تابعة كذا ما انا عارف لكن المواطن مش عارف انا كتامر عرابي عارف عارف لكن المواطن يعرف منين الكلام ده هقول له اقعد بقى خلي تشم الريح سم الرواقح الكريهة وشوف الامراض اللي بتيجي من الكم المهمة هقول له استحمل الكلام ده لا استحالة استحالة طبعا من الكلام ده اكيد لابد فيه حلول فاندي هي بس احنا بديتكلم بنقول احقاقها للحق اها احقاقها للحق يعني بقوله تقسير فيه تقسير من الجهة المنوطة بهذا العمل بس الضبط يا فاندي زاد ان فيه مشاكل كتير مش هي ده المشكلة الوحيدة انا مش حية عن شمس بس ده فيه حاجة كتير وفيه مركز وفيه قرى فيها مشاكل مش حية عن شمس بس بس انا بنتكلم عا حية عن شمس نظرا لحضارك ذكرته وان حضارك انا من احد السكان حية عن شمس فمن ضمن المشاكل كمان في حي عن شمس هي مشاكل مثلا زي المرافق المرافق في حاجات كتير مهملة في شوارع حيوية في حي عن شمس تبصت لها حضرتك أحد الشوارع الرئاسية في يوم وليلا غرقام مية الناس تتصل الحي يلحق يا حي مفيش خمس ست ساعات اه طبعا في ضغوط على الحي فيه فيه معدات مقصة اه يا فندم فيه انا مش بتافع الرئاسية بس ده حقيقة يبقى هنا اذا لابد من العرض الواضح باجندة او مخطط زمني في التطور وفي النمو الحي زي حي عن شمس للعرض في حوار مجتمع المواطنين حتى يطمئن المواطن ويحس ان فيه حاجة بتتحمل على الارض الواقع ده امري مهم جدا تفضل طب حضرتك هو فيه موضوع يعني بعض الناس مش فهمها وبعض الناس متعرفش عنه حاجة خالص موضوع البورصة السلعية للغذاء ايه موضوع البورصة دي يا دكتور تامر وياريت تدينا فكرة عنها لاني مش هقول بقى يعني اقول ممكن 99% من المواطنين معرفوش عنها حاجة اساسة واللي زمع انها مش عارف ايه هتفيدو ايه ولا هتضره اوكي بص حضرتك البورصة السلعية دي بمنتهى البساطة هي زي شبيهة لبورصة الاولاء المالية بمعنى ايه بمعنى حضرتك هي عبارة عن تجمع للغذاء في مكان هنسميه البورصة السلعية للغذاء ايه جميل طبعا اصدر تأسيسه القرارات ده كان يوم 9 سبتمبر حضرتك 2020 يعني منذ اياب منذ اياب اه منذ اصدر قرار بتأسيس البورصة السيد معالي الوزير عالم الصالحي ووزير التموين جميل هي عبارة عن منصة الكترونية منصة الكترونية على مواقع التواصل او على الكمبيوتر او على الانترنت تحديدا بيتدخل تدخل السلع بتاعتك بيبقى بورصة السلع عليها هبوط وصعود جميل هل كده هيكون في احتكار برضو احد الاسئلة ما دي الاسئلة اه لا ده بالعكس ده هي البورصة السلعية معمولة ليه علشان هتحمي صغار المزارعين او المستثمرين لما يحط السلع او الغذاء او الحاجة اللي بيباحها حضرتك او المستثمرين فيها المنتج بتاعه او المنتج النهائي بتاعه فبورصة اذا هنا في معروض واضح وليس مخزون مخزون خدت بالي ساعتك اذا هنا حضرتك انا مثلا الموجه ده ساعتك انا بصنعه كويس عندي مليون كويس فانا يا راجل مش كويس حضرتك مثلا بصنع الحاجة دي وعارف ان هي تصنعها قليل في السوق فخزنها عشان احتكارها في السوق طب انا لابدل الوقت يأدي فرصة انا كدولة لبورصة يعرض فيها هذا المنتج من الكل في مكان معلوم يبقى بالتالي تامر اللي هو مخزن لالشوط هيطلعهم عشان ايه؟ علشان مش هيلاقي المشتري بتاعهم مش هيلاقي المشتري بتاعهم اذا المعروض هنا هيعرض اجباريا ومش هيكون في احتكار زائد رقم اتنين ان في حضرتك هيبقى فيه قدرة تنافسية هتزيد طبعا ما بين التنافس ما بين المنتج البسيط او المستثمر الكبير او المستثمر الصغير هيبقى فيه منافسة فيه منافسة زائد حضرتك كمان هتحمي هتحمي هتبقى فيه حماية للمزارع او المنتج البسيط رقم اربعة دي حاجة بهمة جدا بقى او سوري رقم ثلاثة هتخفض اه هتخفض الاسعار او هتحقق على الاقل سعر يكون فيه نوع من العدالة في السلعة ليه هتحقق السعر بالعدالة؟ زي ما قلت لحضرتك انا لو بعرض كل المعروض مزبوط بانتظام داخل بورصة غير معروضه بعد منتظام يعني بعد منتظام انا في السوق دي الوقتي بدور مثلا على نوع من الملابس ففيه ملابس بتتعرض في وقت متأخر او وقت غير منتظم فبالتالي السعر هنا بيتضارب لكن لما اعرض فيه اوقات منظمة واوقات تحكمها بورصة سلعية فبالتالي هيكون فيه سعر عادل زي الحضرتك كمان فيه حاجة هتحمل مستهلك من ايه؟ من تداول الاسعار وزيادتها يعني ايه؟ بدل ما السلعة حضرتك بتتنقل من تاجر الى تاجر الى تاجر لا ده هيبقى فيه بورصة عرضة السلعة مباشرة الى فانه وهو ده العلم الحديث كله اللي هو يعتبر زي التجارة الإلكترونية هي شبيهة بالتجارة الإلكترونية يا فانه مع حضرتك بالمناسبة هي رأس مال الشركة اللي هي شركة البورصة السلعية هو اسس على واحد وتسعين مليون جنيه مصري طبعا شريك فيه وظافة التمويل وشريك فيه البنوك اسمارية وبنوك تجارية وشريك فيه اللي هو شركة الصوامع الصوامع المصرية جميل جداً طب شاتك من وجهة نظرة ما هي معوقات تنميل اقتصادية في مصر خلال هذه الفترة اه ده ده سؤال قول جداً جداً معزيل بقى عجابة من سؤال عايز حلقات من حضرتك يا رجل متخصص في الاقتصاد وبايحس في هذا المجال يريد حضرتك دينا إجابة عليك بص يا فاندب حضرتك بالنسبة للمعوقات الخاصة بالتنمية الاقتصادية في مصر رقم واحد من وجهة نظري أنا آآ عدم وجود حوافز استثمارية تنفذ على أرض الواقع كيفاً؟ بنسبة 100% تبقى لقانون الاستثمار وتعديلاته يعني هي بيعني هي اه أنا دلوقتي ربنا أنهم على مصر بقانون الاستثمار جديد جميل بالشباك الواحد كويس بهيئة استثمار آآ تكاد تفوق هيئة استثمار العالمية جميل يعني أنا سافرت حضرتك دبي وأسست شركات هناك سافرت الرياض سافرت دور العربية كتير أسست شركات مصرية إماراتية مصرية سعودية وشفت هناك المناطق الحرة وشفت هناك حضرتك الهيئة استثمار بتاعك إحنا ما شاء الله إحنا نفقهم الآن ولكن ننقصنا شيء مهم جداً يلا وضع الحوافز استثمار للمستثمر المحلي ضعيفة بمعنى أين حوافز استثمار أنا كمستثمر صغير داخل مصر كويس عايزة استثمار فين الحافز اللي بيعود علي من الدولة من هيئة استثمار لو روح تأسست فيها أقول لحضرتك الحوافز عبارة عن حاجات على الورق أنا أقصد زي إيه زي التأسيس هيتم فيهو جميل هو ده حافز ده أساساً حق أصير ده حق أصير طي اللي إحنا بنشكر عليه طبعاً الدولة ونشكر عليه سيادة طريقس عبدالفاتحسيس أنه وصلنا لمرحلة إن إحنا عندنا فعلاً هيئة استثمار قوي ولكن أنا عايز أساعد المستثمر الصغير داخل مصر عايز أساعد المستثمر المحلي أديره حوافز واضحة حوافز خوية ليه؟ أقول لحضرتك لأن في ظل أزمة كورونا إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ هربت رؤوس الأموال 17 أو من 15 إلى 17 مليار دولار من مين؟ من المستثمرين الأجانب طب لو أنا عندي حوافز مستثمر محلي حوافز خوية هيعمل إيه؟ هينشط لي الاقتصاد في خلال أزمة زي دي؟ زي إيه الحوافز اللي إنت عندك؟ أديره حوافز ضريبية فيه حوافز ضريبية أتمر أو فيه؟ لا فئة ضريبية لا أعلم أعلم فيه إعفاءات حالية أو فيه؟ بس مش قوية أنها تحفز مستثمر فيه إعفاءات في مناطق حرة لكن ما فيش إعفاءات على مشروعات داخل مصر إلا بعض المنتجات اللي هي موجودة في قانون الضرائب لكن أنا عايز إعفاءات للمشروع الصغير مثلا أقول أن أنا هعفيه من الضرائب أو أخليه يدفع الضرائب اللي تستحق عليه على السنوات دي هقسمها له بس على الخمس سنوات زي الإعفاءات اللي كان موجودة زمان خمس سنين للشركات أو المصانع؟ أه كان فيه بالضبط بس لا احنا دولة دلوقتي بنعتمد على تقريبا لأن الناتج بتاع مصر بيعتمد على سبعين في المائة منه من حصلة الدرائب جميل وده رقم خطير جدا ليه مؤشر مهم طبعا بس هنرجع لجزئية معوقات التنمية والمستثمر الصغير أو المستثمر المحلي وإزاي يدلوا حوافز عندي حوافز جمالك لازم ادهاله عندي حوافز استثمار لازم ادهاله منها استثمار عندي حوافز ضربية لازم تكون في إعفاءات ضربية مهمة جدا للمستثمر المحلي عندي حضراتك كمان حاجة قوية جدا وأنا زعلان منها قوي دي من الأسف من المجلس التصديري في مصر المجلس التصديري للمصر يا فندم ليه؟ ليه لحد الآن ما يكونش عنده ولو منصه بتقول للمستثمر المحلي يا مستثمر يا محلي أنا عندي ليك إن انت تقدر تصدر في الدول كذا وكذا وكذا للشركات الفلانية داخل كذا ليه؟ هيجي حد مسؤول لما يقول لي ما فيه أقول له يا فندم لا يا فندم أنا شغلي وأنا عادة مفيش الكلام ده عضر مفيش كلام ده فيه تخش اشتراك المجلس اجتماع المجلس وعضوية المجلس مش أكتر مكتر حاجات نمطية يا فندم حاجاتك من قديم الأزل لكن لابد من تطور المجلس التصديري داخل المصر لصالح الدولة ولصالح الاقتصاد ليه؟ لأننا بنحاول نقلل الفجوة أو العجز في الميزان التجاري اللي هو الفرق ما بين الواردات والصدرات لازاي أسود الصدرات وأقلل الواردات يا فندم؟ أسود الصدرات أنا عندي مستثمر محلي ما هو مصر مش هتقدر كدولة إن هي تعلي فوق تقطها جداً إن هي تحاول تصدر أي حاجة التصدير ده مش كده مش أن أنا جمي حاجات مصدرها أو قراط وقالونا ده يخلي فلوس لازم يكون فيه تخطيط منظر فاللي ساعدنا في الأمر ده المجلس التصدير يا فندم يجول ويتجول داخل العالم عن طريق سفاراتنا عن طريق الملحق التجاري لكل سفارة إحنا يا فندم عندنا أكتر من 180 سفارة يا فندم عندنا ملحق تجاري في كل سفارة لمعظمها ليه ما استخدمش أو ما استغلش الملحق التجاري يا فندم داخل كل سفارة إنه يديني داتا لكل الشركات اللي محتاجة محتاجين إيه من مصر؟ منتجات واحدين اتنين ثلاثة يبقى دكتور تامر أو أشرف بيه لما يروح المجلس التصدير يا فندم يبقى عايز مثلا أنا عايز أصدر وديكن لكوريا واليابان أصدر إيه؟ يبقى مش عارف هو اللي يتواصل مع كوريا واليابان لا فندم ما أنا عالي استضارات بتاعزدي زي عندي هنا منبع رئيسي بيدي غزيني بالمعلومة عشان كده نرجع لجزئية إن في قاعدة بيانات للأسف ضعيفة داخل مصر في كل المؤسسات فلابد من تطورها فأسرع وقت هتعود علي بتنمية اقتصادية لإن هنا هقدر أستغل لها أدي للمستثمر ودي للمواطن اللي عايز يشتغل ويحرق عجلة التنمية بسرعة جداً معلومات صحيحة بدل ما اليوم بيعدي أو 24 ساعة بيعدي ما بستفزت شيء من المستثمر اللي هو عنده فكرة بس مش تاقي المعلومات بتاعتها زائد في حاجة كمان مهمة جداً من معاوقات أو الحاجات اللي أنا بناشت بيها في بعض المصانع ما زالت مغلقة ليه مغلقة مش هقول إن الدولة مش عايزة تفتح لا متعسر يا فن أشوف بسرعة جداً علاج مشكلة التعصر للمصانع دي والله هو الحديث شيء جداً جداً مع سيادتك ولكن وقت البرنامج أنا فجأت إن وقت البرنامج خلص فطبعاً هو في سؤال دايماً بنوجهه لاختام البرنامج سيادتك بتوجه رسالة لمين وبتقول فيها إيه؟ أنا بوجه رسالة للشعب المصري الأصيل أيباً بقوله إن إحنا تحت مظلة قيادة الرئيس عبدالبتاح السيسي إحنا بنسير بخطة الحمد لله صحيحة والنهاردة عشرين تسعة اللي كان بيناشد بالإرهابيين لن يفلحوا أبداً تضامة إن إحنا عندنا وعي وعندنا ترابط وتكاتف وإحنا كلنا في ظهر القيادة السياسية ومعاها قلباً وقالباً بإذن الله والله الموفق والمستعان ونعم بالله أعزائي المشاهدين بنشكركم وبنشكر ضيفنا الدكتور تامر عرابي على هذا اللقاء الشيخ والجميل ونوائدكم إن شاء الله نستكمل الحديث معه في حلقات قادمة وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته